أهلاً وسهلاً بكم مع أعزائي الطلاب والطالبات رجعنا معكم في درسنا الدرس السابع من دروس الفصل الثامن في المقرر رياضيات صف الثاني ثانوي الفصل الدراسي الثالث درس تمثيل الدوال المثلثية بيانياً تعرفنا في الدرس السابق على تمثيل دالتي الجيب وجيب التمام بيانياً تعرفنا على مفهوم السعة وطول الدورة اليوم إن شاء الله سنكمل في إطار هذا الدرس سنتعرف على مثال من واقع الحياة بالإضافة إلى معرفتنا لتمثيل دالة الظل بيانياً أو دالة التان بيانياً نتمنى لكم متابعة ممتعة نتذكر معاً محاور درسنا لهذا اليوم طبعاً في الدرس السابق تعرفنا على الفقرة الأولى والثانية واليوم إن شاء الله سنتكلم عن تمثيل موقف بدالة دورية وتمثيل دوال الظل بيانياً نترك الفقرة الخامسة للحلقة القادمة من هذا الدرس مع حل مجموعة من التمرين الإضافية أيضاً فنتذكر على الأقل الأشياء الأساسية التي تكلمنا عنها في الدرس السابق تكلمنا أنه دائماً الدالة المثلثية بصورتها الأساسية تكون y تساوي عدد يكون مضروب إما في الساين أو في الكوساين وعدد آخر يكون مضروب في الثيتا قلنا دائماً الآي تؤثر على الساعة هذه تؤثر على الساعة والB دائماً ما تؤثر على طول الدورة فذكرنا أن الساعة ذكرنا أن الساعة هي عبارة عن القيم المطلقة لـ A وطول الدورة هي عبارة عن 360 درجة على القيم المطلقة لـ B بهذا الشكل وحلينا مثالين على إيجاد الساعة وطول الدورة وبثلنا بيانياً للدوال المثلثية تعرفنا على رسمتي دالتي الجيب وجيب التمام ذكرنا أن المجال هو R يعني عوض في الزاوية التي تبغاها ولكن المدى أو الناتج يجب أن يكون من سالب 1 إلى موجب 1 دائماً الناتج يكون من سالب 1 إلى موجب 1 فسواء في دالة الساين أو دالة الكوساين فالساعة فيهم كلهم يساوي 1 وطول الدورة 360 فنلاحظ أن دالتين الساين والكوساين يشتركان في كثير من الخصاص يشتركان في كثير من الخصاص إذا ما الفرق بين الدالتين الفرق فقط في الرسم البداية يعني هنا البداية عند الصفر ثم تصير 1 ثم تصير 0 سالب 1 0 1 وهكذا هذه لا تبدأ من الواحد فوق وبعدين تبدأ تنزل على الصفر على السالب 1 0 1 وهكذا فالبداية هي التي تختلف ولكن كلهم لهم نفس الشكل الموجي كلهم لهم نفس الخصائص من حيث المجال والمدى والساعة وطول الدورة فبالتالي الدالتين متشابهتين إلى حد كبير كذلك تكلمنا في الدرس السابق عن اللي هو التمثيل واليوم إن شاء الله نأخذ تمثيل يعني في موقف من المواقف نمثل الدوال الدورية نقرأ الكلام اللي موجود عندنا في الكتاب قالك تفيد الدوال المثلثية في تمثيل المواقف الحياتية المرتبطة بالحركة الدورية مثل الموجات الكهرومغناطسية أو موجات الصوت ويتم وصف هذه الأمواج عادة باستعمال التردد باستعمال التردد إذن التردد دائما هو يصف هذه الأمواج يصف هذه الأمواج والتردد ما هو تعريفه هو عدد الدورات في وحدة من الزمن إذن ما هو عدد الدورات في وحدة من الزمن هذا هو التردد ولإيجاد تردد التمثيل البياني لدالة نجد مقلوب طول الدورة إذن دائما التردد هو عبارة عن مقلوب طول الدورة مقلوب طول الدورة فأنت لو تعرف مثلا طول دورتك تقلبها وبالتالي ستعطيك اللي هو التردد فمثلا إذا كان طول الدورة للدالة واحد على مئة ثانية فإن التردد سيكون مئة دورة في الثانية بهذه الصورة فبالتالي نستطيع حساب التردد فقرة الربط مع الحياة سنحتاجها في المثال القادم اللي هو مثال رقم ثلاثة اللي تقول يمكن للفيلة سماع صوت يبعد عنها خمس أميال ويمكن للإنسان سماع الأصوات التي يتراوح ترددها بين عشرين هيرتز إلى عشرين ألف هيرتز هذه الأصوات التي يسمعها الإنسان خلونا نشوف المثال اللي عندنا فيه مثال ثلاثة اللي هو تمثيل موقف بدالة دورية أصوات تسمى الأصوات التي يكون ترددها أقل من المستوى الذي يسمعه الإنسان الأصوات تحت السمعية ويمكن للفيلة سماع الأصوات تحت السمعية التي يصل لترددها إلى خمسة هيرتز أو خمس دورات لكل ثانية المطلوب في الفقرة أوجد طول دورة الدالة التي تعبر عن موجات الصوت طبعا في البداية أنا أريد أن أجيب طول الدورة فطول الدورة مثل ما ذكرنا هو مقلوب التردد والتردد هو مقلوب طول الدورة فواحد منهم مقلوب الثاني فطول الدورة يساوي واحد على التردد بهذا الشكل فأنا هنا أقول واحد على كم؟ واحد على خمسة واحد على خمسة يعني ممكن نقول صفر فاصلة أثنين بهذا الشكل إذن هذا هو طول الدورة ممكن نوصول إليه يعني بهذه الطريقة البسيطة في الفقرة B قال لك أفترض أن الساعة تساوي وحدة واحدة إذن أعطاني الساعة هنا أكتب دالة J تمثل موجة الصوت Y باعتبارها دالة في الزمن T ثم أمثلها بيانيا ممتاز الآن نحن نعرف أن الدالة بصورتها الأساسية هي عبارة عن Y تساوي A في ساين B لثيتا بهذا الشكل بس أنا هنا ما عندي ثيتا أنا عندي في الزمن فأقول B لT بهذا الشكل فأنا الآن مطلوب مني أني أعرف كم الأي وكم البي بالنسبة للأي معطى اللي هو يساوي واحد لأنه قال لي هنا إيش قال لك هنا أنه سأفترض أن الساعة تساوي وحدة واحدة فهذه الساعة تساوي وحدة واحدة أما بالنسبة لطول الدورة فأنا أعرف أن طول الدورة يساوي كم صفر فاصلة أثنين فكم تساوي البي قانوناً إحنا بنقول الآن أن طول الدورة أعرفوا طول الدورة يساوي يساوي 360 درجة على القيمة المطلقة لبي سنقول على بي لأن أفترض أن البي موجبا هنا على بي بهذه الصورة طبعاً 360 درجة ممكن أيضاً أن أعتبرها بالبي يعني فأخليها 2 باي على بي يعني لو خليتها بي الراديان بهذا الشكل طول الدورة معروف بالنسبة لي لهو 0.2 يساوي 2 باي على بي بهذا الشكل فلا لو حبيت أني أجيب قيمة البي الآن كل ما قال لي أني ساويه نضرب الطرفين في الوسطين وبالتالي نلاحظ أن البي ستساوي البي ستساوي 2 باي على 0.2 التي تعطيك 10 باي 10 باي بهذا الشكل وبالتالي الدلة المثلثية وما ستصبح الآن الدلة المثلثية المطلوب مني إيجادها هي Y تساوي A قلنا تساوي 1 مثل ما أحنا أوجدنا والبي الآن صارت 10 باي فبالتالي ستصبح 1 في ساين 10 باي في تي إذن هذه هي الدلة المثلثية المطلوبة في المثال 2 كيف جبناها؟ جبنا أول شيء الساعة من خلال معرفتنا للمعطة الإعطانية أما طول الدورة فأنا استفدت من المعلومة التي أخذتها اللي هو البي كيف أجيبها؟ أجيبها من خلال طول الدورة من خلال طول الدورة فبالتالي استفدت من طول الدورة في حساب قيمة البي طبعا طول الدورة تساوي 360 على بي وأنا عندي طول الدورة باقي إني أعرف البي أسوي ضرب الطرفين مثل الوسطين وأوجد قيمة البي لو حبيت أني أمثلها بيانيا طبعا تمثلها زي ما تمثل أي دالة ساين طبعا اللي راح يختلف معك هو طول الدورة أما الساعة فهي سطل واحد أعلى شيء واحد وأقل شيء سالب واحد ولكن بترجع للصفر عنده الواحد من عشرة ثنين من عشرة ثلاثة من عشرة يعني قلنا نحن الرسم يعني يكون يفضل فيه أدوات الرسم التقنية يكون أفضل من الرسم اليدوي نشوف تحقق من فهمك قالك يمكن الإنسان سمع أصوات ترددها يصل إلى 20 هيرتز أوجد طول الدورة فنقول أيضا طول الدورة طول الدورة يساوي واحد على التردد صح لا لا وبالتالي أقول واحد على 20 اللي هي بتصيل عبارة عن 5% يعني تكون 5% بهذا الشكل قالك أفترض أن الساعة تساوي وحدة واحدة أكتب دالة جيب التمام التي تؤبر هنا لاحظنا طالما من الدالة تكون جيب تمام فبالتالي راح أقول لنا أن الدالة الأساسية المطلوبة هي Y تساوي A في كوساين بي لثيتا بهذا الشكل أو بنقول بي لتي زي ما قلنا لأن التغير هنا في الزمن فهذه هي الدالة اللي أنا بنشدها فأنا في البداية بقول والله الساعة اللي هي الأي تساوي كم؟ تساوي واحد حسب المعطة أما طول الدورة فنش بقول نفس الطريقة السابقة فأقول أن طول الدورة تساوي 360 أو 2 باي على اللي هو طول على البي وبالتالي راح يصير عندي البي يساوي 2 باي على 0.5% ممكن أنا أحسبها يعني 1 على 20 مثلا فبالتالي يصير هذا عبارة عن 40 باي 40 باي بهذا الشكل وبالتالي الدالة المثلثية اللي ممكن استنتجها يصير 1 ضرب كوساين 40 تي والواحد ما يحتاج نكتبها لأنه زي ما قلنا الواحد يعني ما تكتب لأنه مضروبة في الكوساين فبالتالي خلاص نكتب بأنه كوساين 40 باي تي كوساين 40 باي تي بهذا الشكل إذن واي تساوي 40 كوساين أفهم كوساين 40 باي لتي 40 باي لتي بهذا الشكل يعني نكتب البي اللي احنا أوجدناها 40 باي بهذه الصورة وبذلك يعني نكون أوجدنا حل هذا السؤال تمثيل البياني نترك إلى يعني لا بد أنها يكون عندنا يعني دات رسم تقنية يكون أفضل من الرسم اليدوي ننتقل أخواني الكرام وأخواتي إلى دالة جديدة من دوالنا وهي دالة الظل أو دالة التان طبعا دالة التان المجال فيها يعني ما عندنا مشكلة في دالة التان إلا مع زاويتهم في الدائرة اللي تكون فيها التان غير معرف في الساين والكوساين قلنا المجال آر خذ راح تكعوض في أي زاوية تبي لكن التان لا لأن التان هو عبارة عن ساين على كوساين فالكوساين يكون صفر عند التسعين وعند الميتين وسبعين أو زوايا المحور واي دائما مشكلتنا مع التان في زوايا المحور واي اللي هي التسعين والميتين وسبعين ولو بغيناها بالراديان بنقول باي على 2 و 3 باي على 2 هذه الزوايا دائما تسبب مشاكل في التان ويكون التان عندها غير معرف فبالتالي المجال يقول لك عوض في أي زاوية بس أهم شيء تصير الزاوية لا هي تسعين ولا هي ميتين وسبعين يعني تسعين وزائدا نزود عليها مية وثمانين يعني ميتين وسبعين بدي نزود مية وثمانين أي تسعين يعني في الدائرة الثانية في الدورة الثالثة في الدورة الثابعة وهكذا فنسميها تسعين زايدا مية وثمانين كي والكي عد على حسب سواء كان موجب أو سالب يعني هذه الزوايا كلها غير مقبولة بالنسبة لنا في التان أما مدى دالة التان هو مجموعة العداد الحقيقية يعني بالنسبة للتان ممكن الناتج يصير أي رقم في العداد الحقيقية مو مثل الساين والكوساين الساين والكوساين كانت محصورة بين السالب واحد والموجب واحد أما التان لا عادي التان يصير عشرين خمسين مية ألف عادي يكون التان ناتج أي قيمة سواء كانت موجبة أو سالبة يعني عادي التان لزاوية معينة يكون سالب ألف ما في مشكلة أي رقم حقيقي ممكن يكون مدى مشكلتنا في التان في المجال أنه ما يقبل الزوايا التسعين والمئتين وسبعين وما شابهها اللي تتشابه معها في زاوية الانتهاء سواء بأكثر من دورة منك تزيد كل شوي ثلاثمائة وستين عليهم بهذه الطريقة طبعا بالنسبة لرسمة دالة التان مثل ما أنت شايفين ستكون هتكون متقطعة يعني ما هي الرسمة متصلة وتكون بهذا الشكل شوفوا يكون بهذا الشكل ثم بهذا الشكل ثم بهذا الشكل ثم بهذا الشكل كل 90 درجة سيصير في قطعة عندي كل 90 درجة لأنها تكون غير معرفة عندي 90 عنده 270 عنده 450 فكل ما أنت زدت 180 درجة من التسعين درجة فبالتالي ستجد أن في عندك قطعة لهذه الدالة فبالتالي بينما ستجد أن السعة ستمتد من موجب ما لا نهاية إلى سالب ما لا نهاية فبالتالي لا أستطيع حساب الارتفاع عشان أحسب نصفه فبالتالي نقول هنا أن السعة غير معرفة بينما طول الدورة معروف بأنه يساوي 180 درجة إذن طول الدورة هنا 180 درجة فبالتالي لو جتني دالة ظل Y تساوي A في تان بي لثيتا السعة مهما كان الرقم A هذا لا يؤثر على السعة لا يؤثر على السعة لأن السعة أيش هنا؟ السعة غير معرفة فلو كانت السعة ما لا نهاية السعة من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية هذا ما لا نهاية طيب ما لا نهاية ضربتها بثلاثة هي ما لا نهاية يعني ضربتها بثلاثة ما لا نهاية فبالتالي لا تتأثر السعة بأي عدد مضروف في التان ولكن اللي بيتأثر معي طول الدورة في العدد B يتأثر معي طول الدورة فطول الدورة الأساسي هو 180 وبالتالي طول الدورة بيكون كم؟ بيكون 180 على القيمة المطلقة لـ B مثل ما احنا شفنا بهذا الشكل وبالتالي لو جاب لي هذا السؤال هذا قالك أوجد طول الدورة شوف ما يقول لك أوجد السعة هنا في دالة التان يقول لك أوجد طول الدورة لأنه يعرف أنه لا يمكن أنك تحسب السعة هنا فالسعة غير معرفة فبالتالي راح نقول هنا أن السعة غير معرفة دائما السعة غير معرفة بهذا الشكل أما طول الدورة فهو ممكن حسابه بس بدل ما أقول 360 بيقول كم؟ بيقول 180 درجة على القيمة المطلقة الاثنين التي تساوي 90 درجة يعني لو أحب أن تأخذ القيمة المطلقة الاثنين ستصبح 90 درجة فبالتالي لو أحب أن تبثلها بيانين سيصبح القطعات شوفها كل 90 درجة كان أول كل 180 درجة قطعة الآن لا شوف كل 90 درجة لديك قطعة لهذا الشكل فبالتالي الشكل سيكون متقطع بهذه الصورة كل 90 درجة سينعاد شكله من جديد فطول الدورة تقلص إلى 90 درجة بهذا الشكل نشوفها الآن تحقق من فهمك لأنك أوجد طول دورة الدالة Y تساوي نصف تان لثيتا نصف تان لثيتا فنلاحظ هنا أن بعض الناس ينجر للسعة فالسعة هنا غير معرفة لأن الدالتان فالسعة في الدالتان غير معرفة غير معرفة وبينما طول الدورة فهو 180 درجة لاحظوا الثيتا ما معها شيء فبالتالي طول الدورة سيكون 180 درجة تقسيم القيمة المطلقة لواحد يعني ما يحتاج نكتب هذه خلاص 180 درجة وبالتالي هذا هو طول الدورة للتان وبذلك نكون بحمد الله تعالى أخواني الكرام وصلنا معكم لنهاية المطاف في هذا الدرس تبقى لنا مثال خامس إن شاء الله نتركه للحلقة القادمة وأنا أحببتم الآن نحل أيضا عندنا سؤال من أسئلة تأكد سؤال رقم خمسة عندما تسقط حشرة ما في شبكة الأنكبوت فإن الشبكة تحتز بتردد يبلغ 14 هيرتز أوجد طول الدورة قلنا طول الدورة دائماً وش يساوي بالنسبة للتردد طول الدورة يساوي 1 على التردد 1 على التردد فبالتالي يقول 1 على 14 إذن هذا هو طول الدورة ممكن تحسبك عدد 10 بس ما رح يطلع يعني عدد يعني مرتب يطلع فيه فواصل يعني خلّك إذا 1 على 14 قال لك أفترض أن سعة الدالة واحدة واحدة واكتب دالة جيب شوف لازم يحدد لك هل ذي جيب ولا جيب تمام فدالة الجيب دائماً تكون تكون عبارة عن Y تساوي A في ساين بي لثيتا بالنسبة للـ A معروفة بالنسبة لي أنها تساوي واحدة لأنها قال لك إيش أفرض أن الساعة وحدة واحدة ولو قال لك أفرض أن الساعة وحدتين ولا الساعة ثلاث وحدات خلص يعني عطى على اللي يبغى فيه السؤال فهنا السؤال يبغى الساعة تساوي واحد الحمد لله نبغى طول الدورة بقينا طول الدورة فبالتالي أنا أقول أن طول الدورة يساوي 360 على B وبالتالي أقول أنا الآن أنها عندي هنا 360 على B تساوي واحد على 14 أضرب الطرفين في الوسطين طبعاً ممكن نخليها 2B يعني نحن مفترض أن نكتبها على شكل 2B أفضل من 2B يعني نخليها شكل 2B يعني نحسبها بالراديان فبالتالي هنا نقول طول الدورة 2B على B وبالتالي أقول 2B على B تساوي واحد على 14 أضرب الطرفين في الوسطين ستجد أن B تساوي كم؟ تساوي 28B تساوي 28B بهذا الشكل خلص صار الموضوع بسيط بالنسبة لي وبالتالي أقول أن Y تساوي ساين خلاص الأي تساوي واحد ما يحتاج أن نكتبها 28B T يعني بذل الثيتا ممكن نقول ثيتا ممكن نقول T بهذا الشكل يعني التردد دائماً يكون بالنسبة للزمن فإن حبيته أن نكتبها على شكل T فهو أفضل بـ T أو لو خلتها ثيتا ما هو غلط طالما أنه المتغير يعني يكون بهذه الصورة فبذلك يعني نكون بحمد الله تعالى أخواني كرام وأخواتي انتهينا من اللقاء اليوم تعرفنا فيه على الدالة المثلثية الثالثة اللي هي التان أهم شيء نعرفه في التان اللي هو أن المجال ليس R المجال عندي مشاكل في زاويتين في الدائرة اللي هم التسعين والميتين وسبعين وأي زاوية تشترك معهم في ضلع الانتهاء فأيضاً لديها مشكلة مع التان أو ممكن نقول أي زاوية ضلع الانتهاء فيها على محور Y سيكون فيها مشكلة مع التان فوسعة في التان غير معرفة أما طول الدورة فهو 180 وإذا كان مع الثيتا فيه رقم B فبالتالي سأقسم 180 على البي أو على القيمة المطلقة للبي وبالتالي أعرف أنا طول الدورة وبذلك يعني نكون نكتفي بهذا الدرس حتى اليوم في الدرس القادم إن شاء الله سنتعرف على دالة الكوتان ودالة السك ودالة الكوسك كيف رسمتهم وش مجالهم وش مداهم وين يعني كم ساعتهم وكم طول دورتهم هل هي معرفة أو غير معرفة سنشوفها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم من هنا إلى ذلك بالحين نلقاكم وأنتم بخير ذبتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته